تابعت القيادة الفلسطينية برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس اكدت القيادة الفلسطينية عقب اجتماعها الموسع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث اخر المستجدات السياسية اكدت على ان دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الامارات من تطبيع مع دولة الاحتلال وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي ان دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتدعوها الى التراجع عن هذا الخطأ التاريخي الذي لا يعد كونه هدية مجانية لحكومة الاحتلال ولادارة الرئيس ترامب حيثه الاسرار من قبلهما على مخططاتهما الاستعمارية واستمرار بالانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني ولمقدساته المسيحية والاسلامية وشددت القيادة في خطاب مخرجات الاجتماع على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وصاحبة الحق بالحديث عنه ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل اماله وتطلعاته الوطنية وهي لم ولن تفوض احدا بالحديث باسمها ولن تسمح لأي كان ان يتدخل في الشؤون الفلسطينية او التقرير نيابة عن الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية ونؤكد على وجوب تعزيز الاجماع الوطني الذي تجلى في اجتماعنا هذا وانهاء الانقسام وبما يقود الى وحدة وطنية وإلى شراكة سياسية حقيقية وطالبت القيادة الفلسطينية الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحمل المسئولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والاسلامية